تمر الأعوام تلو الأعوام وما تزال قضية النازحين في أكثر من بقعة داخل العراق تراوح مكانها نازحوا قضاء بلد في محافظة صلاح الدين نموذج ساطع لهذه المعاناة التي تتفاقم كل يوم بدلا من أن تجد الجهات الحكومية لها حلا نحن نريد ديارنا صارنا 24 قربة فكافي أما يساولون حل أما يقولون أنتم عراقيين ما أريدكم خلنطلع خلنهاجر إلى أي دولة تطرحب بنا نحن هذا الوضعية ما تعجب دبونا بهذا المكان يعني هذا المكان مو ملاء من العيشة ويقول النازحون الذين ينتمي معظمهم إلى عشرة الرفيعات في قضاء بلد إنهم قضوا ثلاث سنوات من النزوح في بغداد لقوا فيها كل أنواع المعاناة قبل أن يتم نقلهم إلى مخيم بالقرب من ديارهم دون أن يتم إعادتهم إليها والله كلام الله دايحون الساعداء يحيل بشوارع نايمين بزباله بالبوك البوك كلانا أجل الساعداء الله كل حبا يحيتي بجهالنا يعني الجاهل عمره شهرين وين نودية حتى حليبه ما عنده يجيب له والله العظيم ربع ديار ما يجيب الساعداء خل يطلنا شغل ما حتى شغل الفلاحة ماكو خلي رجعونا ذا نبيوتنا ما ترتين والله العظيم هاي ثواني ربع ساعة طب ببيتي لعني ما يرجعونا ولكي تكتمل فصول المعاناة لم تكتفي الحكومة بالتجاهل مأساة هؤلاء النازحين بل ساهمت في مضاعفتها بالاعتقالات التي تشنها الميليشيات التي تعمل تحت سمعها وبصرها دون أن يعرف ذو المختطفين أي خيط عن مصيرهم يعني احنا نريد منه الله منهم يرجعونا لديارنا والمفقودين يرجعونا لنا أي والله والادي اثنين وازلمتي وحميني والله أنا عادة طبت جيها ما عرفه وخذتهم ما رجعوا ولا كل شيء ديكم حاسبة ما ألقاهم ما ندلهم أطالب أريدهم الحكومة تدورهم لي وتلقاهم طيبين ميتين أنا ينطونيهم مرحة يعني بلعاتهم ألقاء أنا جدا من أخذوهم أكثر من ثلاثة آلاف عائلة يعانون شظف العيش وسط ظروف إنسانية قاسية الأمر الذي أدى لانتشار الأوبئة والأمراض دون أن تجد أي اهتمام من الحكومة أو من المسؤولين في محافظة صلاح الدين في تخل واضح عن مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية